بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليك يا قمر بن هاشم ورحمة الله وبركاته أيها المؤمنون الكرام ذكرنا لكم في الحلقة الماضية إنموذجا من النماذج التي كشف زيفها الإمام الحسين عليه السلام وأوضح لنا أن هكذا شخصية لا تصلح أن تكون في طريق الأصلاح وكان ذلك الرجل هو عبد الله بن الحر الجعفي وتعال إلى الطرف الآخر إلى الطرف المقابل إلى النماذج إلى النجوم التي لمعت في سماء كربلاء ونأخذ من هذه الشخصيات العظيمة شخصية واحدة ألا وهو ذلك الرجل العظيم زهير ابن القين البجلي في الواقع أيها الأحبة هذه الشخصية التي ظلمها التاريخ وشاع بأن هذا الرجل جمعته الصدفة مع الإمام الحسين عليه السلام وعلى أنه كان كارها للالتحاق بركب الحسين صلوات الله وسلامه عليه وهذا ظلم لهذا الرجل العظيم الظلامة الأولى لهذا الرجل على أنه كان عثماني الهوى تعلمون بأنه عثماني عثماني يعني أنه على غير المنهاج العلوي يعني معنى عثماني له طبعا معاني كثيرة من هذه المعاني أنه على غير هذا الخط ومنها أنه من المناهضين لقتل عثمان ومنها أنه من المتهمين لأمير المؤمنين سلام الله عليه بأنه اشترك بدم عثمان هذه قضية عجيبة كيف يصلح أن يكون من أصحاب الحسين الذين وصفهم الإمام الصادق عليه السلام بهذه العظم عظم الخالق في نفوسهم فصغر ما دونه بأعينهم كيف يكون عثماني وقد ذكروا أنه كان إذا نزل الإمام الحسين في منزل كان لا ينزل فيه لأنه يكره أن يجتمع معه في منزل واحد لأنه يعلم بنية الإمام سلام الله عليه ولكن شاءت الصدف يذكرون هكذا شاءت الصدف أنهم اجتمعوا في منزل واحد لكشف الحقيقة أيها الأحبة أن الإمام الحسين صلى الله عليه وسلامه عليه خرج من مكة في الثامن من ذي الحجة الحرام نعم لكن زهير الروايات تؤكد أنه أتم حجه وإذا خرج الإمام سلام الله عليه قبله بهذه على أقل تقدير بخمسة أيام خرج الإمام سلام الله عليه فكيف يجتمع معه في منازل وأنه كان عثمانيا في الواقع أيها الأحبة أن زهيرا التحق بالإمام الحسين ليكون أحد المستشهدين في معركة الطف العظيمة وأنه رجل علوي كان على منهاج أمير المؤمنين ويكشف لنا هذه الحقيقة أمران الأمر الأول ما وعظه لأهل الكوفة يوم العاشر من المحرم تعلمون أن زهير ألقى خطبة عظيمة حتى أن الإمام سلام الله عليه امتدحه وقال أديت ما عليك من الوعظ ووصفه بأوصاف عظيمة والأمر الآخر أيها الأحبة أرباب المقاتل وأصحاب السير يذكرون لنا حادثة حادثة جدا مهمة أن العباس ابن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليهما يوم العاشر أو يوم التاسع من المحرم زينب صلوات الله وسلامه عليها ذكرت له قصة زواج أمير المؤمنين من أمه فاطمة بنت مزحم هذه المرأة العظيمة وما هو الهدف من الزواج والشخص الآخر الذي ذكر لأب الفضل العباس عليه السلام تلك القصة هو زهير وهذا يبين لنا أن زهيرا كان من الرجال الذين يعاضدون هذا البيت البيت العلوي وكذلك رواية أخرى رواية أخرى أن زهير في معركة من المعارك التي أصاب بها المسلمون مع النبي صلى الله عليه وآله أصابوا بها غنائم كثيرة ففرحوا بذلك الفرح فقال لهم النبي صلى الله عليه وآله لزهير ولسلمان المحمدي قال إذا أدرك أحدكم ولدي الحسين فليكون فرحا بنصرته أشد فرحا من الذي أصبتموه في هذه الغنائم لذلك أيها الأحبة القضية في بعض الأحيان يراد لها التشويش على هذه الشخصيات العظيمة لكن علينا أن نتأسى يعني قد البعض يتصور أنه يمكن أن تسعفت صدفة في يوم من الأيام كما أسعفت مثلا زهير والتقى بالإمام لا القضية ليست هكذا القضية أسس لها وهذه الشخصيات بدرجة من النقاء وبدرجة من العظمة التي تستحق أن تكون مدافعة عن صبط النبي المصطفى صلى الله عليه وآله أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للأخذ من أخلاق هؤلاء ومن صبرهم ومن شجاعتهم ومن دفاعهم عن العترة الطاهرة وفقنا الله وإياكم للسير على منهاج أبي عبد الله الحسين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر